ألقت الكتيبة الأمنية التابعة للجيش السوري الحر في مدينة جارابلوس في ريف حلب الشرقي القبض على قياديين اثنين من تنظيم داعش كان قد دخل المدينة قادمين من محافظة الرقة وتعاني المناطق المحررة في ريف حلب من مشاكل أمنية تتمثل بشكل خاص في نجاح تنظيم داعش بالوصول إليها وتنفيذ تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرح خلال الأشهر الماضية شكرا